عشان كده احنا كدولة من ناحيتنا قررنا مجموعة اجراءات ان احنا ناخدها في خلال الايام القليلة القادمة علشان نتحرك في هذا الموضوع اولا تم التوافق ان احنا هنستورد شحنات اضافية من المزوت للايام الجاية وانا بتكلم عشان نبقى عارفين حجم اللي هنستورده فقط اعتبارا من النهاردة لنهاية شهر اغسطس احنا بنتكلم على ما بين 250 ل300 مليون دولار امريكي اضافية هنضطر ان احنا نستوردها بشحنات اضافية علشان نعمل توازن في الشبكة بتاعتنا الارقام دي ما كانتش متاحة في الموازنة بتاعتنا ولا مقدرة وبالتالي احنا بنتكلم على عب اضافي هنقدر النهاردة كدولة في ظل الظروف اللي كل المصريين عارفينها ان احنا نشوف ازاي نقدر نتعامل مع هذا الموضوع من خلال التعاون والتنسيق مع البنك المركزي هنحصل نوع من الترشيد في المصاريف بتاعتنا مع بعض القطاعات الاخرى عشان شهر اغسطس ده نتعامل معاه فدي اول حاجة ان احنا هنوفر شحنات اضافية من المزود علشان نقدر ان احنا نزيد من التعامل مع الاستهلاكات الضخمة والهائلة اللي موجودة النقطة الاخرى ان احنا النهاردة هيبقى فيه وحصل توجيه لكل الجهات بمزيد من الترشيد في الانارة العامة لكل الاماكن العامة للدولة المصرية النهاردة مسؤولة عنها سواء الشوارع المباني الحكومية المباني الخدمية هيبقى فيه خطة تم التوافق عليها النهاردة لمزيد من الترشيد في استهلاكات الكهرباء للانارة العامة وكل الحاجات الاخرى النقطة التانية ودي واضحة تماما بالنسبة لنا ان في ايام اجازة الاسبوعية بينخفض الاستهلاك نتيجة طبعا لان المباني الحكومية والمباني القطاع الخاص الحقيقة ما بتعملش وبتبقى مقفولة فبيبقى الضغط على الانارة والتكييف اقل فتم التوافق ان اعتبارا من يوم الاحد 6-8 اللي هو اول يوم احد في شهر اغسطس حيبقى التوجيه ان يوم الاحد من كل اسبوع يتم الموظفين في المصالح الحكومية والمباني الخدمية اللي هي مش مرتبطة بعمل التعامل المباشر مع المواطن وايضا بشجع فيها الشركات الخاصة الخدمية اللي بتبقى شركات بيبقى كل عملها مكتبي ان يبقى العمل من المنزل بنظام الانلاين عشان نخفف الضغط على شبكة الكهرباء والاحمال ومنشغلش المباني في يوم زيادة من ايام الاسبوع يبقى حيبقى عندنا يوم الحد من كل اسبوع على مدار شهر اغسطس حيبقى العمل فيما يخص المصالح الحكومية والكل المصالح الخدمية طبعا ده طبقا وفقا لما يرى كل وزير وكل مسؤول معني لان هناك بعض المصالح والمباني ما ينفعش ان احنا نشتغل فيها بنظام اونلاين في هذا اليوم ولكن الموضوع طرك لتقدير كل الوزراء المعنيين ولكن المبدأ ان الدولة كلها حيبقى يوم الاحد بتشتغل من المنزل او بنظام الانلاين علشان نخفف ونساعد في التخفيف والترشيد من الاحمال الكبيرة اللي موجودة ونفس الكلام انا بقوله للقطاع الخاص الشركات اللي حتبقى موجودة النهاردة وبتشتغل بنظام المكاتب والشغل الخدمي اللي ما يحتاجش فيه نوع من الانتاج انا مش بتكلم هنا على مصانع خالص انا بتكلم على الشركات اللي بتقدم خدمات اللي تسمح ظروف عملها ان الموظفين يشتغلوا من بيوتهم يبقى انا بشجحهم ان هم يعملوا نفس هذا الموضوع علشان نقدر ان احنا كلنا نتجاوز هذه الازمة اللي موجودة الحقيقة ايضا تم التوافق طبعا يعني فيما يخص المنشآت الرياضية والاستادات يعني تم التوجيه للسيد وزير الشباب والرياضة ان المباريات تتلعب في الوقت القبل المغرب علشان برضو ما نستهلكش موضوع انارة الاستادات والكلام ده يبقى حجم كبير يبقى المباراة تخلص قبل المغرب مباشرة علشان ان احنا نقدر نقلل من استهلاكات الكهرباء في المنشآت الرياضية وده التوجيه لكل المنشآت الرياضية بقدر الامكان الاستادات والصلاة المغلقة يبقى تقليل الاعتماد على الشبكات الكهرباء في خلال هذه الفترة ان شاء الله علشان نقلل بصورة كبيرة جدا هذا الموضوع الموضوع اللي احنا اكدنا عليه ان كل اجهزة التكييف تبقى شغال على درجة 25 درجة مايبقاش اقل من كده علشان يبقى هو ده برضو وانا بستهلك الكهرباء ابقى بستهلك باقل كمية ممكنة تم التوجيه فعلا لامانة مجلس الوزراء ان في لجنة مركزية لجنة ازمة هتبقى بتجتمع يوميا بتضم كل الجهات عشان تتابع تطبيق اللي احنا اتفقنا عليه ده كله على مدار اليوم وعلى مدار الساعة الشيء الاخر وهو المؤهم ان تم التوافق على الاتي ان مع كل هذه الاجراءات اللي احنا قلناها من استراض مزيد من المزد من ان يبقى فيه يوم في الاسبوع هيبقى العمل فيه اونلاين مع كل الاجراءات دي ما زلنا هيبقى عندنا احتياج لتخفيف احمال طول مدرجة الحرارة بتتجاوز الخمسة وتلاتين درجة يعني انا بأكد على هذا الموضوع ان المشكلة الحقيقية هو الارتفاع الشديد لدرجات الحرارة اللي احنا بنتكلم عليها بنقول عليها درجة تمانية وتلاتين في الضل بينما هي فعليا في الشمس بتبقى تلاتة واربعين واربعة واربعين موجودة وبتبقى بهذه الدرجات الحرارة طول ما الدرجات بهذا الحجم او هذه الدرجة العالية هيبقى دائما عندي مهما كان قدرات توفير الطاقات من الغاز الطبيعي والمزود هيبقى مضطرين ان احنا ندخل في اجراءات تخفيف الاحمال